هنا طلب منك بدون فك المحدد تذكر قبل قليل في المثال كان المطلوب إيجاد قيمة X إذن لازم ما نفك ونساوي بالصفر لوقت قيمة X لكن هنا إذا قال بدون فك المحدد بين أن قيمة المحددات التالية تساوي أسفار يعني أننا سنستخدم الخواص في المثال الأول ماذا تلاحظ ما هي الخاصية التي يمكن أن نطبقها لكي نحكم أن هذا المحدد يساوي صفر يلا يا علي أحسنت تقصد أن الصف العمود الأول يساوي من؟ العمود الثالث ممتاز إذا تطابق عمودان أو صفان فالناتج بكام؟ بصفر خلاص وينتهي الحل في هذا المثال ناتجه كام؟ صفر المثال هنا لا يوجد صفان أو عمودان متطابقان لكن لو فكرنا قليلا هذا الثلاثة اثنين خمسة لو ضربت في اثنين ستكون ستة أربعة عشر إذن يمكن أن نخرج من هذا العمود عامل مشترك هو اثنين فستكون ستة على اثنين ثلاثة أربعة على اثنين اثنين عشرة على اثنين خمسة ماذا تلاحظ الآن؟ تطابق العمود الأول مع العمود من؟ الثالث وفقا للخاصية إذن الناتج صفر إذا انطبقنا هنا كام خاصيتان خاصية استخراج العام المشترك وبعد ذلك اتضح لدينا أن لدينا عمودان متطابقان إذن ناتج المحددة بصفر في هذا المثال نحن شرحنا مثال زي هذا يا عبد الرحمن فضل ماذا نعمل؟ يمكن أن نضيف عمود إلى عمود أو صف إلى صف بس الأفضل من عمود إلى عمود لأن هذا متشابه يبقى سالب واحد وموجب واحد بصفر أضف هذا العمود العمود الثاني إلى العمود الأول ماذا سيكون الناتج؟ سيكون الناتج A زائد A بثنين A C زائد C بثنين C B زائد B بثنين B والأعداد أين ذهبت؟ لأن سالب واحد وموجب واحد بصفر موجب واحد وسالب واحد صفر موجب واحد وسالب واحد صفر هنا الآن هل في صفان أو عمودان متطابقان؟ لا يوجد لكن لو استطعنا أن نخرج عام المشترك هنا الاثنين سيكون العمود الأول نفس العمود من؟ الثالث خرج عام المشترك الاثنين تطابق العمود الأول مع العمود الثالث إذن وفق الخاصية سيكون ناتج هذا المحدد يساوي كم؟ يساوي صفر تطابق العمود الثالث